السلام عليكم تمنى تكونوا باخروا على خير هذه الانتخابات الأخيرة 28 أمبر 2021 خلت زعماء السياسيين والأحزاب السياسية يتأكدوا بأن الشعب وصوت الشعب قادر يغير مصير أم على قده وأن الشعب لا يبقى يقلب على الوعود وإنما يقلب على التغيير ويقلب على الزعيم الذي قد يغير وضعية البلاد في جميع المجالات يغيرها بطبيعة الحال إلى الأحسن في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول نعرفه كيف يستطع حزب الحمامة أو حزب التجمع الوطني الأحرار بقيادة عزيز أخنوش يهزم حزب الإخوانيين حزب العدالة والتنمية حزب المصباح الذي كان متربع على عرش الحكومة لمدة عشر سنين وكيف يستطع حزب الحمامة أنه يكسب ثقة الشعب المغربي فمن بعد عشر سنين من الزيادات طبيعة الحال ما يرى في الأجور وإنما في المواد الغذائية واقتطاعات وعشر سنين من التهميش وعشر سنوات من اتخذ القرارات العشوائية لا مدروسة كانت كافية باش تخلي المغاربة يضرب عش حزب العدالة والتنمية في البرلمان كانت كافية باش يقولوا كلمتهم في صناديق الانتخابية ويعطوا فرصة لأحزاب وحدة أخرى كان ماشي سهل تزعزع العدالة والتنمية من البلاستو من بعد مكسب واحدة تقيقة كبيرة في المغاربة ولكن لسوء الحظ ضرب الكثير من الأخطاء السياسية والتدبيرية التي خلت تقيقة الشعب تنقص وعطت فرصة للأحزاب وحدة أخرى تبين خدمتها فكانت واحدة الحملة الشاقة بدأت من طرف الأحزاب السياسية باش يزعزعوا حزب المصباح حزب العدالة والتنمية من البلاستو وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش وانتهت بآياد وأصوات المغاربة لما اكتفوش بعد أن فوز العدالة والتنمية بالأغلبية في البرلمان ولكن كانت نتيجة لما توقعها حتى شيء واحد وهي خسارة صاحقة ومزلزلة لحزب العدالة والتنمية بحيث أن الحزب بنفسه لم يكن متوقع عدل الخسارة حتى فاش أول مرة ندخل البرلمان سنة 1997 فهذه العشر سنين الأخيرة التي وصفها المغاربة وبعد الصحف بالسنين العجاف والتي كانت تغذب البلاد الهوية لو لا تدخل ملك محمد السادس في تدبير شؤون البلاد والحد من الفقر أعطت فرصة للتجمع الوطني للأحرار التي كانت تحتل المرتبة الرابعة في انتخابات 2016 لتأخذ المرتبة الأولى بمية وجوج المقاعد وعطت فرصة لحزب الأصالة والمعاصرة ب87 وعطت فرصة لحزب الاستقلال ب81 وحزب الاتحاد الاشتراكي ب34 وحزب الحركة الشعبية ب28 مقعد وحزب التقدم والاشتراكي ب22 مقعد وحزب الاتحاد الدستوري ب18 مقعد والمركز الثامن وهو حزب العدالة والتنمية ب13 مقعد والذي خسرت قريبا 90% من عدد المقعد في البرلمان السؤال المطروح كيف كانت خطة محكمة لإطاحة حزب العدالة والتنمية وتصدر عزيز أخنوش نتائج الانتخابات؟ هذه خمس سنين فشت أخنوش الأمان العامة لحزب التجمع الوطني الأحرار وبدأ بناء الحزب بشكل جدري ونشر نوفوده على جميع أنحاء البلاد عبر طرح خطة اقتصادية وقبل أن تصل الانتخابات بشي عامين كان بدأ حملة التواصل المباشر مع المواطنين بإسم التجمع الوطني الأحرار وتحت شعار تستاهل محسن واستطع يدير واحد البرنامج مقنع ومغري بالنسبة لجميع المغاربة والذي يجعل المغاربة يقلبوا طاولة الانتخابات على العدالة والتنمية ومن أهم هذه النقاط في البرنامج هي توفير الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين من خلال دعم الفئة الهشة وتطوير قطاع الصحة وإعطاء التعليم أهمية كبرى عبر توجيه ميزانية ضخمة لكي تضمن تحسن وضعية الأستاذ مع التعهد باتخاذ مئة إجراء جدري على الأقل لكي يعالج الأزمات التي تسبب فيها حزب العدالة والتنمية بعدما فشلوا الأخوان في تحقيق الوعود الكبيرة الشيء الذي سيعطيه الفرصة كبيرة للأخنوش يقدم خطط وستراتيجية حكومية تفصيلية يركز فيها على خمسة النقاط بحل مدخول الكرمة لفائدة المسنين الذي يضمنوا واحد الدخل شهري مع التأمين الصحي المجاني وفتح باب الحق في المعاش لكل عاملين وتعميم التغطية الصحية لكل مغاربة التي تشمل حتى الناس لفضعية إعاقة التي تعطيهم التغطية الصحية مجانية وتوفير مساعدين خاصين والوقاية والكشف المبكر وخطة لدعم الأسر بدفع مبلغ شهري للطفل شريطة مواصلة الانخيرات في النظام التعليمي وأخيرا تعزيز الصناعة المحلية وتقوية العلامات المصنوعة في المغرب هذه الخطة اللي وضع عزيز أخنوش والحزب خلت المغربة يشوفوه هو المنقذ وهو اللي يقدر يحرك لهم ويرجع لهم بحبوحة اقتصادية والذي يزاد في الطيقة أكثر هي السيرة الذاتية التي تجمع ما بالاقتصاد والسياسة والعمل الأكاديمي فأخنوش اللي يكبر في واحد المنطقة أمازيغية صغيرة اليوم هو صاحب تروة اللي تقدر بالملايين الدولارات والشيء اللي سيعطي أكثر المغربة أنه يكون ضد الفساد وضد نهب المال العام حتى يقول المثل الشعبي دينا خده منيد الشبعان إلى جاع وما تخده منيد الجيعان إلى شبع وزيد على أن الخلفية العلمية دياله عندها تكوين أكاديمي حافل قبل ما يتولى حتى شيء منصيب حكومي فعزيز أخنوش عنده شهادة عليا في تسير الإداري من جامعات شير بروك الكندية سنة 1986 وفش رجع خده إدارة وقيادة مجموعة أكوا وشغل عدة مناصب علمية وفكرية أهمها عضوية خالية التفكير لكن استسهل ملك الحسن الثاني رحمه الله سنة 1999 والمعروفة بمجموعة 14 2003 أخنوش سيدخل مجال العمل العام بانتخابه كرئيس لجهة السوسمة الصدرعة قبل ميتعين وزير الفلاحة سنة 2007 وعلى مدى 14 العام شغل أخنوش مهام وزارية متعددة وما كان يتقاذ أي تعويد أو راتب من خزينة الدولة المغربية حتى تنقلة الوزارية كانت ينفق عليها من المال الخاص والهدف هو عدم ضغط الميزانية الدولة في 2016 صوتوا عليه بالأغلبية كأمين عام لحزب تجمع الوطني الأحرار خلافا لصلاح الدين المزوار واليوم استطاع يكسب تقيقة المغربة ويفوز منصب رئيس الحكومة واستطاع الإطاحة بالحزب الإخوان حزب العدلة والتنمية وماذا؟ ما رأيك؟ وماذا عزيز أخنوش وماذا الحكومة؟ يقدرون أنه يتغيير جدري ويقدرون يصلحوا ما أفسدته الحكومة السابقة حكومة سعد الدين العتماني أو لديك شرائي آخر تقول بأن نتائج الحكومة ستكون نفس نتائج الحكومة السابقة إذا كان لديك شرائي مغير قد تخليه في كومنتر وإلى اللقاء في فيديو جديد ومع السلامة شكرا